هو دي مش عيب وانا عايزك تتكلم في النقطة دي بقى حتى لما قلتك اي حد يتقلت في حتة يبطلها حاسيت انك بتغزن انا شخصيا لانك استمرت بيها استمرت على انك انت شايف ان ده جزء منك مش جزء مني ده جزء من لغة الجسد اللي بتستخدم يعني الناس للأسف ما بتتبيعش المحطات الاخبارية العالمية كمان ومحطات التلفزيون حضرتك كتير من مقدم البرامج من كذا بيعتمدوا على حاجات كتيرة في لغة جسدهم والحواجب جزء من ده انا الحقيقة لما كنت بعملها ما كنتش فاكرة ان الناس منتبهة ليها لما لقيت الناس مركزة عليها مرضتش اعمل كده ان انا بطالها لا انا بطال يعني جزء رئيسي من شخصيتي تلقائيتي انا ما بمثلش ومعرفش امثل يعني بعمل الحاجة مرة واحدة صعب علي ان انا فجزء رئيسي ان انا دي تلقائيتي دي طبيعتي مش هغيرها عشان الناس انتقدوها وانا شايف انها مش حاجة وحشة طيب انت الشهرة مضيقك الشهرة حبسان الشهرة واخدة مني انا ما ساعت لهاش ومش عايز اقولك محبة هاش لكن حاسس ان انا محبوس محبوس في اطار معين صحيح انا ما عنديش وقت اعمل اكتر يعني ما عنديش وقت ان انا عيش زي ما الناس عايشة يعني تتعيش امتى انت انا انا عصرتك يعني انت بتاخد وقت فعلا قاتل من التحضير هي دي بقى ده بقى نمط حياتي يعني 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 هذا الشخص لما اتكلم عليها وقول انه عايش اربع حروب هامة في المنطقة في العالم وكان له فعالية كبرى لدرجة ان انا نسيت طبعا في التقديم لاني مش محترف كمحاور ان اقول ان انت اعلامي قدم حوالي تسعتاشر كتاب نعم صدر لتسعتاشر كتاب تسعتاشر كتاب انا هتكلم على كتاب معركة الفلوجة هزيمة امريكا في العراق هذا الكتاب انا قريته واستمتعت بيه جدا بكل تفاصيله ويمكن هو جنبي على طول رغم ان انا قريته انما هو جنبي علشان انا بخش في مناطق معينة انا فيه موقف هزيني جدا في الكتاب انما انا حلخص علاقتك بأسرتك واعرف قلب الانسان من حاجتين من اللي حطلبه منك دلوقتي ومن موقف انا قريته وعرفته حصل لك في معركة الفلوجة بالتحديد والله حصل لك انا عايزك تغرى الاهداء ده ليه انت قدمت الاهداء ده في كتاب معركة الفلوجة الى ولدي محمد الذي كان جنينا انتظر ولادته في اي لحظة حينما كنت هناك في الفلوجة اعيش معظم اهوالي واحدافي هذا الكتاب مع اهلها انا اسف انا اسف بس انا انا بالعكس انا فخور بالكلام اللي انت كاتبه في المقدمة وكان مقدمة غريبة انك تكتب مقدمة كتاب لك لانسان لم يأتي بعد وانت في ظروف انا اسف اقول انها في ظروف الموت في ظروف خطرة انما هو ده قلب احمد منصور وهذا هو الانسان احمد منصور انه يمزج ما بين مشاعره الانسانية ايضا وبين عمله انا عايز اخراجك من ده انا اسف انا اللي بعتذر لا بالعكس بالعكس اه في ضيوف كتير عياته منك خليتهم ضعي عياته فبالعكس اقول لي يا احمد اه ايه اهم اللحظات اللي انت عشتها وانت مستني ابنك عشان الناس بتتخيل ان دور الاعلامي ده دور بسيط وانت لك مقولة عظيمة عايزة اسمحها منك دايما تكررها ان المعارك انا بدأت حياتي المهنية مراسل حربي يعني غطيت الحرب الافغانية سنة 87 ايام لاحتلال السوفيتي ودي اللي صنعت مني صحفي واعتقد ان معظم الاعلاميين والصحفي المشهورين في العالم صنعتهم حروب يعني سانديجال في بريطانيا من اشهر الناس اللي غطوا حروب من اول حرب الكنغوف واحد وستين لحد حرب افغانستان وانا كنت محظوظ ان كنت في بريطانيا وقت ما كان بير اخر نشرة كان بيقدم نيوز اتن بشكل دائم ولو كتب كتيرة مراسل بي بي شي الشهير ايضا من اشهر الناس اللي غطوا حروب كريستيان امانبور شهرتها شهرتها الاساسية جات من الحروب عشرات من الاعلاميين الغربيين وهناك شهداء وهناك شهداء طبعا كثيرين استاذ هيكل نفسه انا لا انسى الاستاذ هيكل لما قرأ معركة الفلوجة اتصل علي وقال لي يعني كلمني على الكتاب على جزئيات في الكتاب دلت على انه ارى تفاصيل كثيرة فيه وقال لي انا بصراحة شفت فيك شبابي لان الاستاذ هيكل بدأ حياته مراسل لحرب 48 وحرب الكوريتين سنة 51 فايضا الحروب انا دايما فيه جملة بكتبها في كل بقول الحروب كما تصنع قادة سياسيين وابطال عسكريين تصنع صحفيين فالصحف اللي بتتح له فرصة انه يغطي حرب وينجح في التغطية بيختصر عشرات السنين من العمل المهني وبيصبح له اسم ولو مكانة ولو موقع لا يمكن حد يقدر يزيله من التاريخ بعد كده الاعلامي في الحاجات انت كنت مجموعة الراحل من الجزيرة شبع عملية فدائية عملية خطرة الحقيقة التفاصيل كلها انا حرست اسجلها للتاريخ في الكتاب احنا كلنا كنا تحت الموت يعني يعني ولذلك انا اهديت الكتاب لمحمد وكان بقي ايام على ان يولد وانا لم اكن اعلم اذا ربنا كان هيكتب لي ان انا ممكن اشوفه ولا ما اشوفهش يعني الحمد لله الحمد لله يعني لكن كنت بحاول دايما احس ان انا موجود هنا مش عشان محمد انا موجود عشان الاطفال اللي زي محمد عشان الناس اللي زي محمد انا كنت بابص في وجوه الاطفال في الفلوجة وشوف فيهم وجوه اولادي وده ربما من الحاجة كل زملاء اللي كانوا معايا في الكروه كانوا عراقيين كنت انا الوحيد اللي مش عراقي ولذلك كان المطلب الاساسي للقوات الامريكية عشان توقف اطلاق النار في الفلوجة خروج احمد منصور من الفلوجة فانا قلت للناس يعني انا جيت عشان الحرب تتوقف وانا الان اذا خروجي هو سيؤدي الى نهاية الحرب وفعلا خرجت يوم تسعة مباشرة وتاني يوم تم وقف اطلاق النار بشكل رسمي شيء عظيم ولازم نفخر بدا ومهم جدا يعني انت كمان ما بتعملش دعاية لكتبك انما لازم تتقري وانا بقول لازم تقري انها تجربة حية الاعلام انا بس لفت نظري حاجة انا دحكتك اول واحد اول واحد يقعد قدامك ويدحكك انت دحكتني وبكتني مش كده والنهاردة انا اسف اني قدرت ألمس قلب ومشاعر رجل يملك حساسية ومشاعر جميلة في داخله وربنا يحمي محمد وبناتك وزوجتك وبيتك هنروح لفاصل وبرضو لحد من الفاصل عشان نخرجه من المود احمد منصور فبقوا معنا شكرا